بسم الله الرحمن الرحيم من آيات الأحكام قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذا أمر أطيعه فحكم حكم شرعي والأمر دال على الوجوب والآية الكريمة تعطي أكثر من شيء أولا تعطي يعني يفهم منها أن هناك أولياء لأمور المسلمين والمؤمنين عندنا أولو أمر هم أولياء أمورنا الآية يقول وأولي الأمر منكم وهناك فرق بين كلمة من ولي الأمر وكلمة ولي الأمر من ولي الأمر ممكن كثير من الناس تولوا أمور الآخرين بطريقة ما بالقوة غالبا أو بالانتخاب أحيانا هذا تولى الأمر يقال فلانون تولى أمر البلد فإذا سأل سائل قال هذا ولي أمري الجواب له هذا تولى جاء وأخذ صار سلطانا عليك أما أنه متصف بكونه ولي الأمر يحتاج إلى دليل يحتاج إلى جعل من الشارع حتى لو انتخب اليوم تجري في بلدان انتخابات الناس يختارون شخصه هل هذا ولي أمرهم شرعا لا هذا تولى أمورهم غالبا كثير من الناس إذا الانتخابات حقيقية لأن لما تكون غير حقيقية النسبة تصير 99% عادة وأحيانا يسوها 100% وبعضهم شوي يريد إلي النفس يقول والله 99% 98% ليش بالبلدان اللي فيها انتخابات حقيقية يصير 53% واحد منهم والثاني 47% متقاربة شوية أزياد شوية أقل انبين هذا التزوير وتلك حقيقة يعني ما يريد لها بعد روح وتعال كل واحد يدري انبينه أموما الآن حتى لو حصلت انتخابات حقيقية هالأيام يسموها نزيهة حرة ما شئت فسميها نفرض واحد حصل 70% و 31% هذا اللي حصل السبعين رح يحكم هناك 30% من الناس لا يرضون مراضين انتخب واحد ثاني إذا هم 100 مليون أو 70% حصل هذا وذاك حصل 30% لو فرضنا المئة مليون رحوا للانتخاب هناك 30 مليون انسان ليشوا راضين مع هذا يحكم عليهم يحكم عليهم هذا ولي امر شرعي لا ولي الامر الشرعي الذي ينصبه الشارع لا كل من يتولى والعجيب هناك اشياء حقيقة تثير الدهشة انه توجد طوائف من الناس يقولون كثير ذول كثيرون يقولون كل من تولى الامر استطاع ان يصل الى الكرسي فهو ولي الامر زين نسأل سؤال نقول هذا اللي الان صار بأي طريقة هل يجوز الخروج عليه الجواب هم لا ما يجوز حرام وقد يكفرون الخارج عليه طيب الان واحد خرج عادتين اللي يخرج عسكري رابط من هالقبيل تحرك ضد هذا الحاكم يقولوا لبابا لا تخرج ما يجوز حرام انت كافر ما دار لهم بال جاء واستطاع ان يزيح ذاك وهو يقعد الان هذا شنو يقولوا هذا صار ولي امر لازم انطيع زين انتو قبل خمس دقائق قبل ما يطيح ذاك تقولون هذا فاسق كافر الان عقب ما طيح بالقوة وقعد بمكانه صار ولي امر ولازم يطاع هذا كلام عجيب يعني غير عقلائي خلوا الان انه مو شرعي لكن ليس عقلائي له الآية قال اطيع الله واطيع الرسول ومن تولى اموركم كل من يتولى زين الان وجه لكن الآية قالت وَأُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ أُلِي الْأَمْرِ يعني هم اناس لهم صفة الولاية صفة الولاية لمن اول شيء الولاية لله تعالى في القرآن الكريم هناك الولاية لله الحق الولاية الاصلية لله تعالى الله ولي الذين آمنوا زين هذه الولاية الله تعالى يعطيها لمن شاء من عباده اعطاها لرسول الله صلى الله عليه وآله في القرآن مذكورة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني شنو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وفرضوا واحد من الناس يريد يشتري بيت النبي صلى الله عليه وعاله لو قاله لا تشتري إذا قال يا رسول الله أنا فلوسي وأريد أشتري بيت يقدر يحتيها الحتي ما يقدر يقول لا أنا أولى بك من نفسك روح أقعد هناك يقول ليش أقعد هناك يقول لا أنا ولي أمرك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم طيب الآن الولاية يكون تنتقل من النبي اللي يعطيها الولاية الشرعية الحقيقية لله تعالى ثم لرسول الله صلى الله عليه وعاله ثم من يعينه النبي صلى الله عليه وآله عين قال من كنت مولاه فعلي مولاه أعطاه الولاية ومن كيف فهم قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أو الآية الكريمة يا يا أيها النبي بلغ ما أرسل إليك من ربك وإن لم ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه لفتة لطيفة يكون واحد يلاحظها هذه الآية الكريمة يا أيها النبي يبلغ ما أنزل إليك من ربك هذه ما جاعت بدايات الدعوة لو جاعت بدايات البعثة والدعوة يجي أمر رح بلغ يا رسول الله هذه عقب حجة الوداع بعد أن بلغت الشرائع والأحكام كل الفرائض بلغت الصلاة الصيام الحاج الزكاة كلها بلغت زين عقب ما بلغها النبي صلى الله عليه وآله يجي أمر إلهي يا أيها النبي بلغ يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك شي بلغ إذا مسألة واجب حرام مستحب ومكروه وفرائض بلغت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك النبي بلغ صلى الله عليه وآله يتبين أن هناك شيئا بعد لم يبلغ إلى الآن ما بلغ زين هذا شيء مهم خطير إيه وإن لم تفعل هذا الشيء الآن اللي نقول إذا ما تبلغ فما بلغت رسالته عقوب هذه السنين والتعب والنصب إذا هذا ما تبلغ رسالة الله عز وجل ما بلغتها يتبين هذا شيء عظيم يعادل كل الرسالة زين في خطورة هذا الشيء يعني شنو المشكلة إيه في خطورة والله يعصمك من الناس يتبين أن هناك مشكلة بعض الناس أو كثير من الناس ما يرضون بهذا اللي رح يقال لهم فيها خوف المسألة والله يعصمك من الناس ما لك منهم بلغ شنو اللي ظل هي الولاية الإمامة اللي النبي صلى الله عليه وآله بلغها يوم الغدير ما في شيء ثاني هذه الولاية ثم هذه الولاية انتقلت من أمير المؤمنين إلى أولاده الأئمة الطاهرين كل إمام يوصي إلى إمام بعده وفي الروايات واحد يفتح الكافي التهذيب من كتب أي كتاب من كتب الأحاديث توجد النصوص من كل إمام على الإمام اللاحق إلى الإمام الثاني عشر صلوات الله عليه في كتاب البخاري في صحيح البخاري ذاك الرواية عن راوي الآن اسمه منه ما أتذكر يقول ما معناه كنت مع أبي والنبي صلى الله عليه وآله يخطب يقول يكون بعدي اثنى عشر أميرة ثم قال كلمة لم أسمعها فسألت أبي ماذا قال 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 كلهم من قريش يكون بعدي هذا إخبار أو حكم إذا أخبار هم مو اثنى عشر عقب النبي صلى الله عليه وآله مئات الأمراء مئات آلاف آلاف الأمراء شلون النبي يقول اثنى عشر يفترض أنه هل اثنى عشر قعد ينصبون يكون بمعنى أنه هؤلاء هم المنصوبون اثنى عشر أميرة كلهم من قريش منهم وذول الاثنى عشر أميرة لا ينطبق هذا الرقام وهذا الوصف إلا على ما نقوله الأئمة الاثنى عشر تصير حينئذ المحاولات من هنا وهناك لترتيب هالاثنعش يقولون زين أول شي أربعة الراشدين خوش أربعة زين وين الثمانية البقية بعضهم يحط معاوية حطوا المعاوية صاروا خمسة زين منه عقبة إذا يأخذون كل خلفاء كل حكام بني أمية وحكام بني العبات صاروا فوق المو أربعة اثنى عشر صاروا خمسين ستين سبعين كثرو قالوا خلص وراء معاوية الروح نعبر شم واحد يزيد وعبد المروان بن الحكم وعبد الملك ذولا طلعوهم زين طلعوهم وين وقالوا أمر بن عبد العزيز على أساس يعني زين كان أمر بن عبد العزيز صاروا ستة وين البقية يروح من هنا وهناك يدور كذا يلقى له واحد على أساس هذا خوش آدمي هذا حجي هذا هذا الكلام يكون بعد اثنى عشر أميرا هذول منصوبون كلهم من قريش والشغل العقلائي أنه لو كان هناك شيء معين وبحثنا ولم نجد إلا هذا معناه هذا لا غير فالولاية لله تعالى ثم لرسول الله صلى الله عليه وآله ثم للأئمة عليهم السلام جن الآن الحج عليه السلام غائب من إلى ولاية الولاية للفقهاء المجتهدين فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله صارت لهم ولاية الفقهاء طبعا بالمواصفات المطلوبة الفقيه العادل المجتهد إلى آخره هناك ولايات مختصرة جزئية الأب ولي على أولاده وبناته الصغار إلى ولاية على هالمقدار مو أكثر بنته إذا كانت بكرا في زواجها له ولاية هالحجود أمها 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 ما لها ولاية الأم ما لها ولاية الأم اللي هي أقرب الناس للأولاد للبنات ما لها ولاية الأب ولي ولي ما داموا صغارة بمجرد أن يبلغوا انتهت ولايته عليهم فقط له ولاية في زواج البنت البكر على رأي هم كل الفقهاء قبله كثير من الفقهاء قال الله إذا كانت بالغة الرشيدة فهي حرة ليس لأحد عليها ولاية هناك في الدليل أن الجد أن أب الأب أيضا له ولاية الأب قش بل حدود هذا الذي دل عليه الدليل نرجع للآية الكريمة أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم هناك أناس هم أولو الأمر منهم لم تدعى هذه الولاية إلا للأئمة سلام الله عليهم ما حد قال غيرها يعني حتى الطوائف الأخرى لو تسئلوهم أنه في ناس معينين هم أولياء أمورنا يقولوا له فقط يريدون يقولون الحكام أولياء الأمور وقلنا أكو فرق بين ولي الأمر وبين من يتولى من تولى الأمر اليوم اليوم وكل زمان أحيان شوفون واحد توفي وإجا العام مثلا أو الخال أو الأخ الأكبر اتصلط على على الأطفال وكثير من مخش ناس يكونون يؤذون يحتجون يعكلون أموال اليتامة كذا والله شنو هو عمهم وإذا عمهم أو خالهم أو ما أدري أخوهم الكبير ما لحق ما لولاية إذا يسئلون من هو ولي أمر هالطفل إذا واحد قال عمه لا عمه مو ولي أمره عمه تولى إجا وتولى سيطر على القضية ولي الأمر لو إذا أبوه متوفى جدة جدة مو موجود الحاكم الشرعي الحاكم الشرعي ترى حتى الحكومات هالشكل تسوي الحكومات القانونية إذا واحد توفي وعنده قصر ما يجيون العمه يقولوا لأنت ولي لو جدة موجود مو موجود هي الحكومة عندها إدارة شؤون القصر مو أي واحد يجي من العائلة يقدر يتسلط يعتبر ولي ما يصير ولي ولأي واحد قوي يجي يأخذها بالقوة ويقول أنا هذه ما تصير قولي الأمر منكم فإذن إحنا يكون نطيع قولي الأمر مننا ولم تدع ولاية الأمر إلا للأئمة سلام الله عليهم ما في شيء ثاني لما ما يكون شيء ثاني يبقى هذا الخط لا غير زين لازم نطيعهم يصير الله عز وجل يأمرنا بإطاعة أشخاص ممكن يخطئون يحصون يأمرنا بإطاعتهم بشكل مطلق ما يمكن هذا معنى ذلك أنهم معصومون عليهم السلام لهم معصومين كان ما أمرنا بطاعتهم بقول مطلق كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله معصوم النبي والأيم معصومون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذا الأمر المطلق يعني أنهم معصومون مرة ينقلوا لقضية يقولون أكو اثنين قاعد يتناقشون واحد يسأل شخص آخر ذاك الطرف عنده أعتقاد معين عنده النبي يخطئ كذا تصدر منه أمور يقول سأله قال النبي يخطئ قال إيه يخطئ كله ابنه آدم خطئ قال لزين بله عدلي قام يعد واحد اثنين ثلاثة عنده وشم شغلة مجمعها عدل ستة سبعة قال لزين إفلان جاب اسم واحد إفلان هم يخطئ ما يقدر يقول لا تو قال النبي صلى الله عليه وآله يخطئ شعن يقول إفلان ما يخطئ قال إيه إفلان هم يخطئ قال زين بله عدلي بعض أخطاء قال ها قام يفكر قال أشو من اسألتك أخطاء النبي صلى الله عليه وآله حافظ ليست قمت تقرأ لي من أقول لك فلان صار فيها ها وقمت تفكر تدور يعني هذا حشي هذا أنه يريد يعتبر أشخاص معينين حتى له هو يعتبر مخوش ما لما تجي تفضلهم على النبي صلى الله عليه وآله فعلى كل حال هذه من آيات الأحكام أطيع أمر وهذه تدل على عصمة أولي الأمر فالأئمة عليهم السلام هم أولو أمرنا وهم معصومون وقولهم وفعلهم وتقريرهم حج وصلى الله على محمد وآله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة